السلام عليكم ومرحبا بكم عزتي في سلسلة النقد والتقييم إن مقام مسرح التحف الفنية العالمية The World Masterpiece Theater في عالم الرسوم المتحركة عظيم شعلة مضيئة وسط الضلالة الفكرية الكثيرة المترامية في شتى قنوات الاتصال بين المرسل والمتلقي يقوم طاقم كل مسلسل بالاقتباس المباشر لإحدى الروايات العالمية ويشكلونها في قالب رسوم متحركة رائعة ومتزنة في كافة أركان صناعة فنون الرسوم المتحركة لذلك لا عجب في توجه العديد من المدمجين العربي على مر السنين نحو إدماج أغلبها حتى وافاها مسكو الختام بآخر عمل حقيقي بأصل منهاجها عام 1997 للأنمي المقتبس من رواية الترجمة الحرفية لا عائلة وأترجمها احترافيا بلا ذوي سبقه مجموعة من الأعمال الفنية التي بدى عليها آثار التدهور القصصي فأيهم يحمل راية الضعف؟ هل هو The Great Dog Lassie؟ أم هو روميو and the Black Brothers؟ أم هو نساء صغيرات؟ الجزء الثاني الذي سمي لدينا بالعربية نوار أم هو الأنمي الذي سنقوم الآن بنقده وتقييمه ناناتسو نو امينو تيكو الذي أدمج لنا باللغة العربية باسم أسرار المحيط؟ وسوف أجيب عن هذا السؤال خلال فقرات هذا الفيديو إن شاء الله والذي يتقسم كما اعتدتم إلى فقرة القصة ثم الإخراج ثم الخلاصة مع التقييم ثم فقرة العلاوة والتي أطرح فيها نقاط نقدية إضافية تحمل حرق للمادة كما سأرفع قريبا إن شاء الله تسجيل صوت Voice Note Sneak Peek عفوي فقط لداعمي القناة عبارة عن ملاحظات بشكل سريع عن هذا الأنمي عملتها بعد إنهاء مشاهدتي مباشرة له أي قبل كتابة نص هذا الفيديو كي لا أنسى بعض النقاط النقدية التي قد أستخدمها مستقبلا علما أني شاهدت الأنمي بالإدماج الياباني وعلى ذلك أعزتي حياكم الله في قناتكم كوكبا 612 حيث لا مجملات ولا تقديس فالبديع يتوج تاج الحسن أما القبيح فلا مهرب له خلف الأقنعة تتمحور القصة حول طاقم عالم بحار يجوب المحيطات بحثا عن سر كائن مضيء أشبه بالحوت فهل سيجده وما هي الصعوبات والعقبات التي تنتظره وفريقه؟ هذا هو هيكل القصة وهو بسيط أحادي خفيف التشعب غني بالطاقة الكامنة بسبب وجود عنصر المغامرة التي تضمن تجدد الأماكن والشخصيات المؤقتة والمعضلات لكن هذا الهيكل السليم يحول عن هدفه بسبب تعيين بطل غير مناسب للقصة ألا وهي ابنة العالم فكل الشخصيات تعمل من أجل هدف العالم فكيف تصبح ابنته بطلة دون دوافع ولا تهديف ولا قيادة بل فقط لأنها مقارنة به ألمع بعين المرسل للمتلقي فهي تغوص لمدة تفوق المعيار البشرية الطبيعي وتتحكم بالحوت الأوركا ولأن الكاتب يظن طالما أبطال سلسلة التحف الفنية العالمية يافعون فيجب أن تكون هذه المادة كذلك بطلها طفل والحقيقة أنه يوجد سبب وجيه لبطولتهم بقصصهم غير متوفر في هذا الهيكل القصصي ولعل كاتب البطيخة هذه لا يدرك ذلك قلد وظن أنه يقدر أن يصنع مثلهم وبهذا أجد هيكل القصة معطوب مسلوب البطولة بظلم شديد أدى إلى ضياع بالطرح القصصي يستحق عليه وسام الدجاجة المنتفة الفكرة الأولية تشبه العديد من قصص مطاردة الحيوانات سواء من داعي الشغف أو الانتقام فهي غير مبتكرة مبدئيا لكن التمييز الذي وضعه الكاتب في تشكيلة الطاقم ومعدات السفينة يجعلها فكرة جيدة جدا وغير مبتدلة بناء ما هي السفينة رائع فلا يكاد المتلقي يترك المادة إلا وفي كل زاوية فيها حدث ما سواء كان مزاجه تعايش أو محادثات ساخنة أو استخدام للمكان مباشر أو معضلة وهذا بحد ذاته إنجاز رائع ناهيك أن كل معداتها وميزاتها وغرفها لها أصل أي جذور في التصميم تجعل أي تفاعل من الشخصيات معها حي وسليم وواقعي نسبيا لنأخذ مثال يوضح الجودة فمثلا عندما تدخل الشخصيات المطبخ فإن من يطبخ يمر بتجربة حية مع جودة الفرن بتفاعل الفرن وقيمته الفعلية مع الطبخ وقدمه في سهولة تعطله وهذا بشكل حي يخلق تصرفات وتفاعلات من الشخصية معه ثم مع الشخصيات الأخرى مع الشخصية التي تقوم بالطبخ مما يولد أحداث واقعية حية فهناك مواطن لشخصية ما للإسترخاء ولأخرى للقراءة وهكذا وبهذا وبشكل مختصر نجد أن تصميم السفينة أي تصميم مكان الأحداث غني جدا ومتفاعل بشكل مباشر مع الشخصيات في توليد وتكاثر أحداث واقعية نسبيا وفوق ذلك في كافة الأنمي يوجد استيعاب وجهد واضح بكفاءة مشابهة في بناء الأماكن بيد أنه يوجد خلن جذري ألا وهو مواصفات السفينة وبالتحديد حجمها أثناء مشاهدتي لهذا الأنمي لم أهضم قدرة سفينة بهذا الحجم الصغير أنها تجوب البحار والمحيطات لكني غير ملم بما يرضي احترافية نقدية أن أصل إلى قرار بهذا الشأن دون البحث العلمي أو الاستفسار من مختص بهذا المجال كي أصل إلى القرار السليم فتوجهت إلى استفسار ومناقشة والدي حفظه الله الذي سبق له قيادة السفن الحربية وقيادة الأسطول البحري بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرته التي تجاوزت الخمسين عاما فمن إحدى رحلاته عام 1982 قيادة سفينة الملك خالد 519 الحربية من ميناء نورفولك بفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الجبيل بالمملكة العربية السعودية قاطعا المحيط الأطلسي مرورا بمثلة برمودا ثم جزر البرتغال ثم مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط مرورا بقناة السويس ثم البحر الأحمر فبحر العرب فالخليج العربي حتى الوصول إلى المحطة الأخيرة قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل في تلك الرحلة التي استغرقت حوالي 45 يوما واجهتهم رغم جودة الاستعدادات عاصفة هوجاء في المحيط الأطلسي عملوا حينها تحرز بالالتفاف حولها بشكل قوس للابتعاد عن عين العاصفة الالتفاف وحده استغرق يوما ونصف مما يدل على حجم العواصف وعظمة وخطورة الإبحار مرت الأيام ودخلوا البحر الأبيض المتوسط من خلال مضيق جبل طارق حينها واجههم خلل في محرك السفينة اضطرهم لإيقاف المحرك والتحري فيه للإصلاح وسط البحر استغرقت إعادة التشغيل حوالي 20 دقيقة لكنها كانت عصيبة جدا وكأنها جهد يوم كامل فعندما يتوقف المحرك تعبثوا الأمواج بالسفينة فخشوا أن تنقلب بهم فتخلصوا من بعض الأمتعة وحافظوا قدر الإسلطاعة على اتزان وتوكلوا على الله والحمد لله نجوا جميعا فهمت منه بعد الحوار أهمية دراسة الطقس والعلاقة الهامة بين الريح والأمواج في كيفية قياس مقديرة كل سفينة على تحمل الأسفار وأن لا يقل طول السفينة عن 50 متر تقريبا كي تكون بالحجم الكافي لتحمل الأمواج والسفر لمسافات طويلة وأن السفن تحتاج أكثر من محرك بحيث تعمل لبعضها دعم وقوة احتياطية في حال تعطل المحرك الرئيسي وأن السفن تحتاج التوقف في محطات للتزود بالمؤن والوقود والفحص والتصليح في حال دعاء الأمر لذلك فقد توقفوا بجزر البرتغال فطنجة فتونس فجدة فجيبوتي فمسقط حتى وصلوا الجبيل وخلال المسافات الطويلة يتم الاستعانة بسفن خاصة للتزود بالوقود وهذا يبين الصعوبة على السفن الصغيرة أن تقطع المسافات الطويلة دون توقف أو تزود بالوقود بهذه الطريقة حتى الطائرات المحلقة في السماء يتم تزويدها بالوقود وهي بالجو وبهذا نجد عزتي أن السفن الصغيرة بالحجم الذي بهذا الأنمي وكأنها سفينة صيد سمك لا تستطيع أن تجوب البحار والمحيطات دون مخاطر هائلة عليها بالغرق خصوصا أنها ذات محرك واحد كثير العطل وأنها ستحتاج التزود بالوقود بكثرة مما يعني عدم القدرة على قطع رحلات الطويلة وأن أنسب وضع تشغيل لها هو البحار الساحلية خصوصا أن تشغيلها يقع على عاتق شخصين فقط مما يدل أن الكاتب لم يبحث باستفادة في تكوين ما هي السفينة ولا حجمها المناسب ولم يظهر مستوى الحاجة للوقود ولا شدة المخاطر بقطع المحيطات ولا الحاجة للوقوف في الموانئ للصيانة ولا الصرف المالي الداعم لها فقد ظهر وكأنهم يسافرون مرتاحين وشبه مفلسين مما يخفف مستوى جودة الواقعية التي يهدف لها هذا الأنمي ويجعل هذه السفينة أقرب للمسة الكارتون وكأنها قارب لينك في الجيم زيلدا ده ويند ويكر علما أن القارب الصغير هنا مناسب لحيثيات الجيم والواقعية المنوطة بمادته بامتياز مجملا أجد أن بناء الأماكن في هذا الأنمي وصل إلى المستوى جيد جدا ولولا الخلل لوصل إلى الامتياز قد تتساءلون لماذا ذكرت أن تكوين المكان بالأنمي هذا جيد جدا متساهلا في حكمي رغم عيوب السفينة السبب أنها حققت بنظر الدورة القصصية الرئيسي لها في احتضان الشخصيات وتكوين العلاقات بينهم وبينها قد يكون هذا دلالة لكم أعزتي أن إخوتكم الكيال ليسوا متشددين بالنقد بل كثيرا ما نتساهل ونقيم بما يعطي المادة أقصى حد ممكن من التعاون بشرط عدم إخفاء الحقائق أو المساس بمصلحة المتلقي وهو أنتم أعزتي ولدينا ضوابط معينة وضعناها بهذا الصدد بناء الشخصيات ينجح في بناء الطبقات الأولية لكل الشخصيات تقريبا ولكنه يفتقر إلى عنصرين مهمين الأول عدم وجود عمق والثاني عدم تكامل تفاعل الشخصيات مع الأحداث الوهاجة فعندما يقع شخص ما في خطر نجد تفاعل الشخصيات التي لها صلة وثيقة بتلك غير دقيقة كفاية أو عندما يقترب الحب بين شخصيتين نجد الكاتب يتقاعص عن تأكيد الحدث ويهرب مما يدل بشكل جزئي على عدم الاستقلالية الكتابية فقد يكون يعتمد على ردة فعل المتلقين الأسبوعية للمضي بالعلاقة من عدم ذلك وهذا منهج الكتاب اليابانيين المهزوز مجملا أجد بناء الشخصيات بهذا الأنمي متمركز بشدة في النطاق الجيد ففي كافة الأنمي لا يرتفع عنه إلا قليلا ولا ينزل عنه إلا قليلا الأحداث تنقسم قسمين الأول البحوث العلمية المنوطة بهدف هذه السفينة من السفر والترحال والقسم الثاني التعايش والمعضلات البشرية والمغامرة المخيف في الأمر أن القسم الأول شبه معدوم فسينتهي الأنمي والمتلقي لم يضع يده على أي تجارب عملية ولم يضاف له أي حقيقة علمية بل عوضا عن ذلك خيال بحت غير متزن ولا متكامل في قضية الحوت المضيء وهذا عار على الكاتب وحسر على المتلقي الذي قضى 39 حلقة ينتظر الوصول للواحة وعندما وصل وجدها سرابة نهيك أن أحداث المعضلات كثيرا ما تكون متهلهلة في بناء الحبكة السليمة وأحيانا خادعة خصوصا في الربع الأخير من المسلسل لشد المتلقي بغض النظر عن حقيقة ما تحتويه وهذه مبالغات قصصية سلبية بالنسبة لأحداث التعايش فهي جيدة إلى جيد جدا بسبب بناء الشخصيات الجيد وما هيتهم المميزة والحوار الجيد فأصبحت أحداث التعايش تشكل بصيصا نور وسط عتمة الأحداث المفقودة والمتهلهلة ولولاها لسقط المسلسل بالكامل لذلك أجد مجملا أن مستوى بناء الأحداث يستحق وسام الدجاجة المنتفة على كثرة الأخطاء وقلة الواقعية وانعدام البحوث العلمية المنوطة بالدكتور والد البنت بداية المسلسل ستريت فورورد جيدة جدا نتعرف فيها بشكل سليم على أغلب الشخصيات الرئيسية وعلى السفينة والهدف نهاية المسلسل مرحلية مغلقة متكررة وغير مبتكرة متوجة بأحداث ذروة مجملها جيد وبحدث ذروة رئيسي سيء للغاية في الحلقة الأخيرة سنتطرق إليه إن شاء الله في فقرة العلاوة لاحقا بهذا الفيديو تصميم الشخصيات بديع فهو بكل جدارة يدخل في نطاق إبداع مسرح التوحف الفنية أشكال الشخصيات وأطوالهم وأجرامهم وطيف ألوانهم مميز لكل شخصية على حدة ولكل شخصيتين في تكوين طيف متشارك ومتناغم مع مستوى التفكير والعلم والثقافة وسوف يكون إن شاء الله مستقبلا تمحيص أكثر أو دراسة بشأن تصميم الشخصيات في سلسلة مسرح التوحف الفنية العالمية لاحقا في قناتكم على أي حال نختصر ذلك أن تصميم الشخصيات البشرية يستحق بجدارة وسام الإبداع والتمييز هنا أود التنويه أن تصميم الشخصيات الحيوانية وأهمها تيكو لا يتميز بشيء عن غيره من أوركا يتضح ذلك عند دخول شخصية أوركا أخرى في المسلسل مما يدل أن الطاقم للأسف لم يعمل البحث الكافي بأشكال هذا الكائن رسم الحركة متقن وبديع حيث أن هذا الأستوديو الذي أشرف على عدة مسلسلات في تاريخ سلسلة مسرح التوحف الفنية العالمية خصوصا في الربع الأخير من السلسلة له مستوى فني معين واحترافية لم أجده هنا قد قل عنها الموسيقى على غير عادة هذا الأستوديو متوسطة الجودة فقط ولها مداخل ومخارج في الأحداث أحيانا غير جيدة كما أنها مقحمة في بعض الأحداث دون داعي وبهذا لا يتعدى مستوى الموسيقى المستوى الجيد فحسب بالنسبة لأداء ممثلي الصوت اليابانيين فهم متناسقون في جودة الأداء وحسن التقمص كما أن اختيار الخامات كان مناسبا للغاية خلاصة أعزتي الأنمي ناناتسو نو امينو تيكو أسرار المحيط يسقط من الناحية القصصية بشكل ملحوظ عن أترابه في سلسلة مسرح التحف الفنية العالمية وهو غالبا الأضعف قد يكون أحد أسرار هذا الضعف أن هذه القصة تحديدا لم تعتمد على أي رواية عالمية خالف الأنمي المنهج المعتاد وجعل لهذا الكاتب البائس أكيرا هيرو فرصة في كتابة قصة كاملة من جعبته يقلد فيها منهج القصص العالمية ومخرجات السلسلة البديعة لكن النسخة التي أنتجها ليست إلا سراب وهم قصصي مليء بالثغرات والأخطاء وسوء التهديف وسوء النتيجة والقضايا الشاحبة وتملق لليابانيين بإقحام أصل شخصية البطل أن أمها يابانية وهو أمر دخيل مئة بالمئة حيث أن إزالته تماما لا يؤثر على القصة أبدا صنع الكاتب الشاحب بالطيخة ناصعة الشكل من الخارج وبفضل ما يملكه الاستوديو من جودة في الإخراج قد يخدع المتلقي به لكن لو أمعن بما في داخلها فسيجده لزجا دبقا تالفا معطوبا للأسف ناناتسونو امينو تيكو أسرار المحيط قشوره تشبه الأعمال الفنية الممتازة لكن مضبونه غير جيد كفاية وهو غالبا أضعف أنيمي في سلسلة مسرح التحف العالمية ننتقل الآن عزتي إلى فقرة العلاوة وفيها ثمان نقاط نقدية إضافية في بعضها حرق للماتة نهاية القصة في غاية العطب بها تحيز شديد للبطلة وضرب بالواقع والمنطق فبدل أن يذهب الرجل نحو الحوت المضي الذي أنضح حياته يبحث عنه نجد الحوت ينادي البنت فتذهب بدلا من أبيها وهصط من الحوت طال عمرة جواد يكلمها هي من بدي غيرها وحينها يتجل الضياع القصصي لدى الكاتب حيث جعل الحوت وكأنه آلهة تشرف على سلامة البشر وترعاهم ولقد أتاح الحوت المضيء المجال لوهم لقاء الفتاة بأمها ووهم لقاء الأورك الصغير بأمه فإن كان وهم فقد عبث الحوت بنفسيتهما وأساء لهما وإن كان حقيقة فقد بعثهم الحوت من الموت لبرهة وبهذا نجد أن الكاتب تعدى حدود واقعية قصته بشدة ناهيك على وجود حوار هش بسيط دار بين البطلة والحوت وبهذا أجد هذه النهاية سيئة جدا تستحق وسامة دجاج المنتفة على هذا العبط ومن شدة انخفاض مستوى الإثارة في الربع الأخير من المسلسل فقد تجرأوا على الكذب على المتلقي حيث في نهاية الحلقة سبعة وثلاثين حينما عادت البطلة والفتى من قاعدة الأعداء نحو سفينتهم وجدوها تحترق ولا نعلم ماذا حل بأصدقائهم الذين كانوا على متنها لا بأس بذلك لكن المصيبة أننا نكتشف بالحلقة التالية أنه لا مسبب واقع للحريق ولا مشكلة حصلت للشخصيات وهذا بالتالي يعتبر كليف هانجر رخيص كذب مهمته لعل وعسى شد المتلقي مما يوضح يأس صناع هذه المادة تحير الكاتب وطاقم العمل في علاقة والد البطلة بالفتاة الشقراء فنجده يتوجه لتكوين علاقة حب ويلمح لها بشدة من خلال هذا الشخص بالذات ثم يجس نبض المتلقي عندما كان بالجزيرة لوعدهما ثم يتراجع عن ذلك جملة وتفصيلة مكونا بالتالي فجوة درامية شديدة تحير هو وحيرنا معه في الحلقة 13 خير مثال على جودة تفاعل الشخصيات مع المكان في صنع يوتوبيا جميلة حيث تصبح كل شخصية بمعضلة ما ذات صلة بالسفينة وهم جميعا على ظهرها في عرض البحر في هذه الحلقة تحديدا يتشكل أعلى تفاعل بين الشخصيات والسفينة على مدى المسلسل ولقد كانت رائعة فعلا رغم وجود مبالغة شديدة في آخر لقطة بالحلقة عندما وجد أبطال القصة أن محرك السفينة يضايق الحيتان الملاحقة للحوت المضيء قرروا استخدام شراع كبير بحجم السفينة وهنا برهان واضح على ضعف تكوين حبكة قصصية وبالتالي ضعف تكوين حدث فعندما احتاجوا حلا للمعضلة أصبح لديهم من العدم شراع ضخم بشكل غير واقعي بل هزلي كاسر للواقعية يدخلها في نطاق عبط مدمر سقط في كتابة القصة مؤسفة أن تكون بهذا السوء ولشدتها يستحق هذا الحدث المعطوب لوحده تمييز بحصد وسام الدجاجة النتفة على تألقه بالعبط والسوء هنا تحديدا الكاتب كما نقول بالعامية يسوق العبط دليل آخر على سوء بناء حبكة وضعف تكوين الأحداث عندما خطط الأبطال بنقل الحوت الأوركا عن طريق السيارات الحبكة هنا خطأ تماما فلا يمكن للسيارات نقل هكذا وزن في ظل ظروف الأرضية الطينية السيارات عندما تسحب سيارة في هكذا الظروف تقبع بالطين فما بالك بسحب حوت أوركا يزن في أقل تقدير ثلاثة ونصف الطن وهناك العديد من الأحداث الضعيفة التكوين بسبب ضعف حبكتها توجد مبالغة شديدة في تكوين الجهة المنافسة للأبطال للبحث عن هذا الحوت بالغ الكاتب بشدة في تكوين قلعتهم المتحركة فقط يكفي تماما ومنطق جدا السفينة الأولية التي استخدموها أما كل الباقي هذا ضرب الواقعية والمنطقية ولا محل له من الإعرام رغم أن تكو شخصية رئيسية ومهمة إلا أن العلاقة التي تظهر بينها وبين البنت في كافة الأنمي شحيحة كأنه بوكيمون جاهز للمعاونة عند سماع الصفارة عدم وجود مقومات التفاعل اللازمة للعلاقة بين حيوان غير أليف عادة كهذا والإنسان يبين شح بناء القصة ما الدافع لهذا الحيوان بملاحقة هذه السفينة في كل بقاع العالم وكذلك اختيار صوت واحد أو اثنين لها يتكرر دائما أمر غير مقبول وفوق هذا الضعف فإن مصمموا الشخصية لم يفرقوا في شكل وقوام تيكو عن ابنها وهذا أيضا خطأ يدل على عدم نضج الكتابة وبهذا عزتي نصل إلى نهاية الفيديو وحتى لقاء قريب إن شاء الله أترككم برعاية الله وحفظه